اشتركوا في القناة والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم من المعلوم أن الذب عن أئمة الإسلام الذين نقلوا إلينا هذا الدين هو ذب عن الإسلام نفسه وحلقة اليوم يفتري عدنان إبراهيم على الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالوا نسمع أولا ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني عبد الرحمن هذا اللي هو عبد الله ابن الإمام أحمد عنده كتاب مجلدين طبع محققا اسمه كتاب السنة كتير يعتز به هؤلاء تكتب السنة هذا في العقيدة كذا فيه أشياء يستحيل من الصعب أن تتابع قراءتها وقالوا هي بس باطلة ومؤلفها ليش وحطها ليش وفيه أشياء بصححوها وهي أيضا طمات من باطله قال أبو هريرة جاء رجل وقال يا رسول الله مما الله استغفر الله العظيم يعني من إيش الله تتخيل أنت واحد عالم مسلم ابن الإمام أحمد يكتب هذا الكلام الكفار قال لك سألوه الكفار سألوا كلام هذا والله قال له هو الله أحد ما الكافر سأل من ذهب من فضة من خشب من إيش هذا ربك يا محمد قال له قوله لم يلد ولم يولد ما يدهول لي مما الله من الجسم ليس مخلوق ليس جوهر ليس عرب كل هذا كفارغ قال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء ما يقول له نعنى في الله على الكاذبين هذا يسمى للرسول في كتاب السنة لعبد الله بن إيش آم أحمد من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا خلق خيلا فأجراها حتى إذا عريقت خلق نفسه منها فقط مين اللي خلق خلق حاله منها طب مين اللي خلق إيش الهدل هذا مين خلق الخير قال هو خلقها يعني كانه مش موجود بس خلقها يعني شيء عشان أنت لابد أن تفقد عقلك تصبح تلوس في المنامات عشان تتقبل هذا الكفر الصراح والكذب الوقاع على سيد والد عدنان عليه السلام إيش كتاب السنة قال لك عدنان إبراهيم قال أن هذا الكلام موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله الكتاب أم حضرتكم على الشاشة وتحت الفيديو رابط لتحميل هذا الكتاب أرجو من كل مسلم ومسلمة يسمعونني الآن أن يحملوا هذا الكتاب ويقرؤوه بعناية وانظروا بأنفسكم هل هذا الكلام موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أم لا لاحظوا أنه دندن كثيرا أن هذه الرواية موجودة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وذكر ذلك ثلاث مرات في هذا المقطع في أقل من دقيقتين ذكر ذلك ثلاث مرات يعني يكذب صراحة ليس هذا مجرد وهم من عدنان إبراهيم هو يعلم يقينا أن الذين يتبعونه ويسمعونه لن يبحثوا خلفه فيما يقول لأنهم يظنون أنه جمع علم الأولين والآخرين حميلوا الكتاب وقرأوا فيه وانظروا بأنفسكم إذن أولا عدنان إبراهيم كذب على الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله ثانيا هذه الرواية إنما ذكرها الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي ولكن هل ذكرها الإمام الدارمي معتقدا إياها أو جازما بصحتها أو حتى أوردها أنها من جملة ما روية في هذا الباب هذا الكلام أقوله وأكشفه لحضراتكم حتى تعلموا مدى الكذب والغش والتدليس والتحريف الذي يمارسه عدنان إبراهيم على أدباعه وأحبابه الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 143 الإمام الدارمي بيرد على بشر المريسي بشر المريسي هذا كان جهميا نافيا لصفات الله سبحانه وتعالى المهم يقول الإمام الدارمي واحتج أيضا المعارض لمذهبه الأول بحديث مستنكر بيتكلم على بشر المريسي ويقول أن بشر المريسي احتج بحديث مستنكر تعجب الجهال منه إذن هذا الحديث مستنكر ويتعجب الجهال منه ويوهمهم أن مما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشهورة ما ينقض بها على الجهمية في الرؤية والنزول وسائر صفات الله مستنكر مجهول مهجور مثل هذا الحديث فزعم من الذي زعم بشر المريسي فزعم أن حمد بن سلمة روى عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله مما ربنا فقال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق الإمام الدارمي الذي يتهمه عدنان إبراهيم أنه مجسم يقول فيقال لهذا المعارض لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس مثل هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء سبحان الله متى سيتقي عدنان إبراهيم ربه سبحانه وتعالى ويكف عن هذا الكذب الردي الرخيص هذا الحديث الذي لا أصل له عند العلماء ولم يروه عن حمد إلا كل مقروف في دينه لم يروه هذا الحديث الذي ينسبه عدنان إبراهيم لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل إلا كل مقروف في دينه فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا هذا هو الذي حدث مع أدباء عدنان إبراهيم بعدما أوهمهم أن عبد الله بن الإمام أحمد روى ذلك في كتابه السنة ظن هؤلاء المساكين المخدوعون أن الإمام عبد الله رجل مجسم مشبه والعياذ بالله فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا فيضل به ويضل وهذا الحديث لا يعرف له أصلا في كتاب حمد بن سلمة ولا ندري من أين وقع إلى المعارض مش عارفين بشر المريسي جابوا منين ومهما يستنكر هذا الحديث أو يستنكر هذا الحديث أنه محال المعنى بل هو كفر لا ينقاض ولا ينقاص يبش مهندس عدنان الإمام الداريمي يقول أن هذا الحديث كفر يعني أورده العلماء ليثبتوا بطلانه وكذبه وكفر من يصدقه بل هو كفر لا ينقاض ولا ينقاص فكيف خلق الله الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه في دعواك كيف سيخلق الله الخيل قبل أن يخلق نفسه كما تدعي أيها المريسي ويحك أيها المعارض إننا نكفر من يقول كلام الله مخلوق هذا الكلام في منتهى الأهمية الإمام الداريمي يقول لبشر المريسي إننا نكفر من يقول كلام الله مخلوق فكيف من قال نفسه مخلوقا لا جزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجهال مما لا حاجة لهم إليه فعما رويته عن حماد وممن سمعته فسمه لنا نعرف فإننا لا نعرف إلا أن الله تعالى الأول قبل كل شيء فكيف كان هذا العرق قبله حتى خلق نفسه منه وهذا الحديث لا يحتاج إلى تفسيره فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل طبعا الكلام الذي قاله الإمام الداريمي بعد هذا الذي قرأته لكم ما زال يشنع على هذه الرواية وعلى مخترعها فمتى سيستحي عدنان إبراهيم من الكذب؟ على فكرة ليس الإمام الداريمي فقط الذي أورد هذه الرواية ليرد عليها ويكذبها بل حتى الإمام البيهقي رحمه الله أيضا أورد هذه الرواية ليشنع عليها أمام حضرتكم كتاب الأسماء والصفات الإمام البيهقي الجزء الثاني صفحة رقم 229 قال بابه ذكر الحديث المنكر الموضوع على حماد بن سلمة عن أبي المهزم في إجراء الفرس وذكر الرواية وقال عن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع أحاديث في التشبيه نسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها يبقى الثلجي هذا هو الذي كان يضع مثل هذه الروايات حتى يطعن الجهال في أصحاب الحديث أمثال الإمام أحمد بن حنبل وولده عبد الله والإمام الدارمي وغيرهما من العلماء وأهل الحديث ثم ذكر الرواية ثم قال مع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو تعصبا ليثلب أهل الأثر بذلك حتى يجعل عرضهم كلأ مباحا للجهال حتى يشنعوا على أصحاب الحديث وأئمة أهل السنة والجماعة بأمثال هذه الروايات كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة في الجزء الثاني صفحة رقم 635 ذكر ما أورده الرافضي الخبيث ابن المطهر الحلي من روايات مكذوبة ليشنع بها على أهل السنة والجماعة ويطعن بها في عقيدتهم فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في تفنيد أكاذيبه وافتراءاته واحدة تلو الأخرى فقال وكل حديث روي فيه مثل هذا فإنه موضوع مكذوب مثل حديث الجمل الأورق وأن الله ينزل عشية عرفة فيعانق الركبان ويصافح المشاه وحديث آخر أنه رأى ربه في الطواف وحديث آخر أنه رأى ربه في بطحاء مكة وأمثال ذلك فإن هذه كلها أحاديث مكذوبة باتفاق أهل المعرفة بالحديث والذين وضعوها منهم طائفة وضعوها على أهل الحديث ليقال إنهم ينقلون مثل هذا كلام في منتهى الأهمية أهل الإفك والكذب والزور والبهتان كانوا يضعون أمثال هذه الأحاديث ليشنعوا بها على أهل السنة زاعمين أن أهل السنة يرون مثل هذه الأكاذيب كما وضعوا حديث عرق الخيل عليهم الله أكبر حديث عرق الخيل الذي يتحدث عنه عدنان إبراهيم هذا حديث مكذوب موضوع على أهل السنة والجماعة من قبل هذه الطائفة المضلة التي إنما وضعتها لتبغيض الناس في معتقد أهل السنة والجماعة إحنا لو أحسن الظن بعدنان إبراهيم سنقول أنه جاهل ساذج ينقل كل ما يسمع ويقرأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رسالتي لعدنان إبراهيم أن يكف عن الكذب وأن يخرج على الناس متبرئا من أكاذيبه القديمة حتى في الحديث في حلقاته الفضائية الجديدة ما زال يمارس الكذب فأتمنى أن يكف عدنان إبراهيم عن هذه الأكاذيب ورسالتي إلى أدبع ومحبي عدنان إبراهيم اتقوا الله فيما تسمعون إن هذا العلم دين كل ما تسمعونه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هذا دين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ورسالتي إلى إخواني وأحبابي محبي ومتابعي قناة مكافح الشبهات أن ينشروا هذه الحلقة وأمثالها على المواقع والمنتديات خصوصا موقع الفيسبوك وتويتر كما لا تنسوا أن تشتركوا في هذه القناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب الموجود أسفل الفيديو هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته